نظم معهد البحرين لتنمية السياسية محاضرة إلكترونية تحت عنوان دور الأمانة العامة للتظلمات في منظومة العدالة الجنائية حضرها أصحاب السعادة عضاء مجلس الشورى وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي انطلاقا من الحرص المشترك بين معهد البحرين للتنمية السياسية والأمانة العامة لمجلس الشورى ولدعم العمل التشريعي وبهدف تعزيز المهارة البرلمانية والفنية والمعرفة القانونية والسياسية لأعضاء مجلس الشورى نظم معهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة إلكترونية تحت عنوان دور الأمانة العامة للتظلمات في منظومة العدالة الجنائية قدمها الأستاذ نواف المعودة الأمين العام للتظلمات عبر تقنيات الاتصال المرئي أطلعنا أعضاء مجلس الشورى اليوم على اختصاصات الأمانة العام للتظلمات وصلاحياتها والمهام الموكلة لها بحسب حكم مرسومها بالإضافة بينا لهم أعداد وحصائيات التقارير السنوية التي تصدر بشكل دوري في التقارير المنشورة بالإضافة أن وضحنا لهم مدى تنفيذ توصيات مفوضية حقوق استجناء والمحتجزين وقبولها من وزارة الداخلية والنظر لها بما أحمل الجد ونجاح مملكة البحرين في تطبيق قانون العقوبة البديلة وهو فعلا نجاح يحسب لمملكة البحرين في ذلك وخلال المحاضرة قدم المعاودة نبذة عن عمل الأمانة العامة للتظلمات وأهدافها ومبادئها ومساهمتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان إضافة إلى أبرز الأحصائيات وآليات التحقيق في التظلمات التي تقدم إليها وطرق التعامل معها بحسب تصنيفها ما بين الشكاوى وطلبات مساعدة كما استعرض صلاحيات الأمانة العامة للتظلمات باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة واختتم المعاودة حديثه بالتأكيد على أن الأمانة العامة للتظلمات سعت منذ تجينها إلى كسب ثقة الجمهور وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير وهي تسعى إلى تعزيز هذه الثقة على المستوى المحلي ثم على المستوى الدولي وهو ما يأتي من خلال أنشطة تعاون الدولي والتطوير التي تنتهجها الأمانة مما جعلها تحظى باحترام واضح من جانب العديد من المنظمات الرسمية الدولية والبعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصدقة في مملكة البحرين